وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء في إطار جهوده لاستئناف المسار السياسي في اليمن وقالت مصادر خاصة لقناة بلقيس إن ولد الشيخ وصل إلى مطار صنعاء ظهر اليوم ولم يدلي بأي تصريحات حول الزيارة وكان ولد الشيخ قد أجل قدومه إلى صنعاء نتيجة اشتراطات وضعها الانقلابيون أهمها فتح مطار صنعاء والاعتراف بحكومة الانقلاب ومنذ نحو اسبوعين بدأ المبعوث الأممي جولة جديدة في المنطقة بهدف عودة الأطراف اليمنية لمشاورات السلام